منذ تسنم الحكومة العراقية الحالية مهامها في تشرين الأول من عام 2022 أقرى البرلمان أول موازنة عامة كانت منتظرة منذ سنوات إذ تم تمريرها لثلاث سنوات لتفتح الباب على مصرعيه أمام تحرك عجلة المشاريع الحيوية المتوقفة والمعطلة منذ فترة بوادر إيجابية رافقت إقرار الموازنة لكنها لم تخل من بعض التشكيك بقدرة اقتصاد العراق على الاستمرار خصوصا في ظل الاعتماد المطلق على النفط إذ أن واردات العراق غير النفطية لا تشكل سوى نزر يسير من الناتج المحلي الإجمالي ما يجعل الاقتصاد العراقي عرضة لتقلبات أسعار النفط آخر البوادر الإيجابية حول اقتصاديات العراق جاءت بتصريحات صندوق النقد الدولي الذي أشار في آخر تقرير له بحصول انتعاش اقتصادي في العراق للعام الحالي والعام القادم عام 2025 ليصل إلى نسبة 5.3% قبل أن يستقر تدريجيا عند نسبة 3.5% على المدى المتوسط وسط توقعات قوية من خفاض التضخم في البلاد ورحب صندوق النقد في بيانه بما وصفه بالتطور الاقتصادي القوي في العراق وتحسن الظروف المحلية التي أدت إلى تمرير أول موازنة ثلاثية في البلاد ولكنه في ذات التقرير حذر صندوق النقد بأن الوضع الاقتصادي العراقي يبدو هشا في ظل حاجة مستمرة لإجراء إصلاحات اقتصادية ومالية خصوصا بما يتعلق بالإنفاق الذي يشكل معظم تفاصيل الموازنة محذرا من أن أي نمو اقتصادي عراقي سيبقى تحت رحمة تقلبات أسعار النفط في المقابل أغلق العراق ملف ديونه المترتبة لصالح صندوق النقد الدولي والمتراكم عليه منذ عام 2003 بمبلغ إجمالي يتخطى ثمانية مليارات دولار عبر عدة قروض كانت تستهدف دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات المالية لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من فرجينيا في الولايات المتحدة مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هيدسون ريتشارد ويتسوغا من بغداد رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية الدكتور عدنان السراج أبدأ معك وأرحب بكم أضيفي بطبيعة الحال في نشرة مساء العراق وأبدأ معك سيد ويتس فيما يتعلق بدلالات القرار الأمريكي الصادر من الرئيس بايدن بخصوص تمديد حالة الطوارئ المتعلقة بالعراق ما هي الدلالات وأيضا ما هي التأثيرات المتوقعة لهذا القرار النقطة الأساسية هي أن هذا يعتبر استمرارا بمعنى لا يوجد أي تغير في السياسة الأمريكية لو الرئيس بايدن أنهى الحالة فهذا يعني أن هناك تداعيات مختلفة بالنسبة للسياسة الأمريكية وهذا يجعل من الصعب تبرير الاحتفاظ بالقوات الأمريكية هناك ويجعل من الصعب إعطاء العراق الانتباه من خلال الإعلام ومن خلال وزير الخارجية ولجنة التنسيق العليا إلى آخره إذن وعلى الرغم أن هذا يبدو شيئا سيئا إلا أن الشيء الجيد أنه يظهر أن العراق لا يزال مهم بالنسبة للولايات المتحدة وأن الولايات المتحدة ستبذل جهدا خاصا للحفاظ على استقلالية العراق ونموه الاقتصادي إذا كان الشق السيء كما تتحدث فيه ما هي بوادر إزالة هذه الشكوك الأمريكية عندما نتحدث هنا عن أن هناك ارتباكا أمنيا ربما يكون في العراق وبالتالي هو يهدد الحالة الأمنية ويهدد مسألة السلم بنهاية المطاف كيف يمكن أن تزال هذه المخاوف الأمريكية برأيك هذا يتطلب تقدما على مستويات عديدة لا يزال هناك قلق بشأن إعادة عودة داعش أو مجموعات متشددة أخرى ما بين العراق والسوريا وهذا أيضا ينبئ بقلق بشأن الفيدرالية ووضع الكيان الكردي والعلاقة مع باقي العراق هناك قلق أكبر بالنسبة لإيران وكيف هاجمت إيران كردستان بالصواريخ وكيف أن لها دور أساسي في اقتصاد العراق وما يوحيه هذا بالنسبة لمستقبل العراق ووجود الميليشيات والفساد وقضايا أخرى هناك الكثير من القلق بشأن العراق في الولايات المتحدة ولكن أمريكا قلق بشأن دول كثيرة ولا أضع العراق في خانة خاصة سيد السراج من بغداد كيف تعلق على ما جاء على لسان السيد ويتس فيما يتعلق بالمخاوف وهي مخاوف أصلا جاءت على لسان البيان الأمريكي للبيت الأبيض فيما يتعلق بالتهديدات الأمنية الموجودة في العراق والتي نتج عنها تمديد القرار وتمديد حالة الطوارئ الأمريكية كيف تجد هذا الإعلان بشكل عام؟ هي رسالة غير إيجابية بالتأكيد هي رسالة غير متوقعة وكان العراق في زيارة السيد السوداني رئيس وزراء العراق إلى أمريكا قد رجع بعناوين الصداقة وبعناوين التعاون المثمر والصديق الاستراتيجي والصديق الدائم وأعطى للشركات الأمريكية الحصة الكبيرة بالعمل وفعلا استجابة الشركات الأمريكية وصدر بيان حتى في الولايات المتحدة ويشير بحالة الاستقرار وحالة الأمن في العراق ويشير بدور الحكومة في إداء واجباتها ولعل اليوم كما تقريرك أن هناك صندوق النقد الدولي يشير إلى أن العراق سدد كافة ديونة إلى هذا الصندوق وأن هناك انتعاش في الاقتصاد العراقي خلال هذه السنة والعام القادم يصل إلى 54% وهذه النسبة عالية جدا وبالتالي أجد مثل هكذا تمديد لحالة الطوارئ إنما يشكل حالا من عدم الرضا الأمريكي على الإداء العراقي وهذا طبعا يساعد العداء الذين هم يرون في الولايات المتحدة الأمريكية غير صديق سيجدون مبررا لمحاربة الحكومة بل لتوجيه السهام للحكومة بأن أمريكا غير صادقة في تعاونها مع العراق إضافة لذلك هذا القرار الذي صدر في زمن بوشي الإبن سنة 2003 يعني يحضر على العراق شراء بعض السلع المهمة تعرف أن العراق يحتاج إلى السلع مهمة في قضايا الأمن وخصوصا للطائرات الطائرات الأف 16 وغيرها من المواد التي غير مسموحة للعراق بيوجب هذا الحظر أن يستورد المواد المهمة إضافة إلى المواد الزراعية التي تتعلق بزراعة بالأسمدة الرز وغيرها من المواد التي تحضرها الولايات المتحدة الأمريكية حتى على العراق إضافة لذلك العقوبات التي توجه إلى الشخصيات والكيانات العراقية وبالتالي يخرق حالها من عدم الاستقرار السياسي في البلاد ولكن على جانب الأخر دكتور سراج حتى نأخذ الموضوع من أكثر من جانب فيما يتعلق بقضية العقوبات على الشخصيات التي تتهمها الولايات المتحدة بأنها داعمة للإرهاب هذا يعتبر أمن قومي أمريكي وبالتالي هي تحرص على هذه النقطة وليس كذلك هذا لا أعتقد بشكل عام يعني يسيء إلى الولايات المتحدة الأمريكية إذا كان هؤلاء مسؤولون في الحكومة العراقية ولديهم نواب في داخل مجلس النواب فالحكومة العراقية هي المعنية بمحاسبة هؤلاء لو كانت الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تميز السياسي الفلان عن السياسي سين عن السياسي صاد لا أصبحت القضية اختيارية وقضية غير قابلة لأن يكون العراق هل تملك الحكومة العراقية السيطرة على أموال أناس تتهمهم الولايات المتحدة بأنهم متورطون في قضايا الإرهاب هل تملك هذه السلطة العراق لديه تجربة ديمقراطية والولايات المتحدة الأمريكية هي راعية لهذه الديمقراطية في العراق وهؤلاء صعدوا عن طريق الانتخابات لن يصعدوا بانقلاب عسكري ولا بعملية إرهابية على العكس مما تقول الولايات المتحدة الأمريكية هؤلاء صعدوا بأصوات الناخبين واستطاعوا أن يتبوؤوا مراكز داخل مجلس النواب وأيضا اختاروا الوزارات المعينة أنا طبعا لست في تقييم هؤلاء ولكن أنا في تقييم التجربة الديمقراطية والنظرة إلى هؤلاء أما إذا كانت هناك عملية يعني توصيف للإرهاب كما تعلم هناك خلاف شديد بين العراق وبين الولايات المتحدة في توصيف حالة الإرهاب العراق لا يرى الإرهاب كما تراه الولايات المتحدة الأمريكية كما واضح حتى في مجلس الأمن لحد هذه الدقيقة لن يصدر قرار لتوصيف حالة الإرهاب الولايات المتحدة الأمريكية تعترض على طربيعة القرار العراقي لمجلس الأمن بتوصيف حالة الإرهاب في العراق فإذا هناك خلافات واضحة في هذا المسألة ذلك أنا أستطور أن الولايات المتحدة الأمريكية كان الأجر بها أن تبعث رسالة إيجابية لأن العراق بعض برسائل إيجابية في زيارة السيد السوداني. دعني أن أقل هذه النظرة إلى سيد ويتس من فرجينا. سيد ويتس ألا يؤثر ذلك القرار على طبيعة العلاقة ما بين واشنطن وبغداد. خاصة في المرحلة الأخيرة والفترة الأخيرة التي جاء بها رئيس الوزراء محمد الشاعر السوداني إلى واشنطن. وكان هناك انفتاح خاصة في المجال الاقتصادي. كيف يفهم هذه الثنائية ما بين الحديث عن عقوبات ربما تفرض على أشخاص. وقضية الملف الاقتصادي من جانب. وقضية الانفتاح على الاستثمار الأمريكي داخل العراق. نعرف أن السياسة الأمريكية غالبا متناقضة. ونرى هذا تجاه غزة الآن ودول أخرى. في حالة العراق وكما أشار الخبير العراقي هناك الكثير من المديح من جانب الرئيس بايدن والوزير بلينكين وآخرين بالنسبة للتحسن الذي طرأ على العراق وإنجازاته. ربما هذا آخر تمديد. وربما هو مرتبط بالرغبة في الحفاظ على القوات الأمريكية هناك. وهذا يبرر تواجدهم. وأيضا هناك نزاعات عديدة في الشرق الأوسط حول العراق. وبايدن ربما يخشى من أن يأتي أو تأتي النزاعات إلى العراق. ثم هناك الإصلاحات الاقتصادية. توقعاتي أنا هي أن أنه سواء الرئيس بايدن أو الرئيس ترامب في العام القادم إذا انتخب. ربما ينتهي التمديد. وربما الدور الأمريكي يكون مستعدا لمراجعة السياسة الأمريكية تجاه العراق. ولكن الآن ومع كل الأزمات ربما هو يحاول الحفاظ على الوضع القائم لعدة أشهر قادمة. أيضا هناك من يتحدث عن قضية الثنائية. وربما تكون عدم الاتساق ما بين الحديث عن مباحثات تجرى ما بين الجانب الأمريكي والعراقي. فيما يتعلق بسحب القوات الأمريكية من هناك. بناء على استقرار واضح في الوضع الأمني هناك. وما بين الحديث في تمديد القرار عن ارتباك أمني مرتبط بالعراق وفي بعض الأماكن. وبالتالي يسبب عدم استقرار اقتصادي. نعم معظم الناس يعتقدون أن هناك علاقة بين الأمن والاقتصاد بشكل عام. المشاكل الاقتصادية تجعل من الصعب على الناس أن يكسبوا قوتهم من خلال الوسائل التقليدية. الوسائل العنيفة تجعل من الصعب إيجاد الموارد للقوات المسلحة وهذا يترك الموضوع قابلا للاستغلال من جانب آخرين. وجود نقاط ضعف أمنية يجعل من الصعب تعزيز الاقتصاد وتنشيطه لأن من يملك السلاح يملي السياسة إلى آخره. إذن هي مرتبطة. ولكن مرة أخرى الولايات المتحدة أكدت قبل أشهر أن العراق يحرز تقدما في هذين المجالين في نفس الوقت. سيد ويت قبل أن نتقل إلى دكتور السراج. مدام الولايات المتحدة تقر بأن العراق يحرز هذا التقدم الأمني على الأرض. مما تخشى الولايات المتحدة تحديدا داخل العراق؟ ما هي مواطن القلق الأمريكي الأمني؟ القلق المباشر يأتي من النزاع بين المجموعات العراقية المنخرطة فيها النزاع الإسرائيلي الفلسطيني واحتمال أن يأتي هذا النزاع إلى العراق ثم أيضا المجموعات المرتبطة بإيران وهناك مخاوف من عودة داعش رأينا داعش يهاجم في موسكو والقادة الأمنيين الأمريكيين يحذرون من تهديدات ربما للولايات المتحدة نفسها إذن هناك هواجس مرتبطة بالعراق ليس بصورة استثنائية ولكنها موجودة وهذا يشرح لماذا أمريكا تريد الحفاظ على قوات لسنة أخرى أعود بسؤال قبل أن أختم إلى دكتور سراج فيما يتعلق بمباعث القلق التي تحدث بها سيد ويتس فيما يتعلق بالمجموعات المسلحة وارتباك الوضع الأمني في المنطقة كيف يمكن للعراق اليوم أن يبعث برسائل طمأنة للجانب الأمريكي بالتالي لا نشهد تمديدها للقرار السنة المقبلة دكتور سراج في تقديري أنه بايدن أخطأ في تقدير المواقف يعني اليوم بايدن وهو أمام استحقاقات انتخابية وتحدي كبير من قبل ترامب وعليه أن يحسن إداءة في مواقف عديدة الأمريكان الآن يرون في بايدن العديد من الأخطاء التي ارتكبت في الشرق الأوسط وفي غيرها أنا في تقديري مثل هكذا قرارات تسقط النظر الأمريكي على العراق أو على دول أخرى إنما هو نتيجة للموقف الأمريكي من إسرائيل وغزة وهذا من الأخطاء الجسيمة أن تنعكس السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل وغزة على دول المنطقة بحيث يحاسب ويعاقب الجميع على موقفهم من إسرائيل وهذا عمل غير سليم وغير صحيح وبالتالي أجد اليوم على بايدن أن يشرع بعمليات فصل هذا الموضوع بدول منطقة تريد أن تتقرب بالولايات المتحدة الأمريكية وتبني أفضل العلاقات معها أن يفصل هذا الموضوع في العلاقات الاقتصادية والعلاقات الأمنية والعلاقات السياسية عن موضوع إسرائيل لكل دولة رأيها في هذا الموقف وكما تعلم الجانب الإنساني الكبير الذي أخذ بعدا كبيرا حتى داخل الولايات المتحدة الأمريكية قد يغير كثير من القناعات شكرا جزيلا من بغداد رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية الدكتور عدنان السراج ومن ولاية فيرجينيا مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هاتسون ريتشارد ويت